اشتركوا في القناة عزيزي الطالب عزيزي المشاهد مرحبا بك في حلقة جديدة من مادة أساليب البرمجة 2 والتي تسعد بتقديمها جامعة السودان المفتوحة في الحلقة السابقة تحدثنا عن الدوال التخيلية وتقنية الربط المدأخر لمعالجة مشكلة مؤشر الفصيل الأم عندما تشير إلى الفصائل الوارثة في هذا اليوم سوف تناول موضوع جديد وشيق فيما يعرف بتحميل الدوال والعوامل functions and operator overloading بنهاية هذه الحلقة بإذن الله تعالى سوف نتمكن من معرفة مفهوم واستخدام تحميل الدوال كما ستتعرف أيضا على كيفية تحميل العوامل سنتطرق أيضا إلى استخدام المؤشر this سوف أيضا نتعرض إلى كيفية استخدام المتغيرات الدائمة في الفصائل في الحلقات السابقة تحدثنا عن دالة الإنشاء وذكرنا أن وظيفتها الأساسية يعطى قيم أولية لمتغيرات أو لخصائص الفصيلة المعينة وذكرنا أيضا أن الفصيلة يمكن أن تحتوي على أكثر من دالة إنشاء بشكل شرط أن تختلف في عدد العناصر الممررة إذا تذكرت أيضا أن دالة الإنشاء تحمل نفس اسم الفصيلة وكما ذكرنا أنه يمكن أن تكون هناك أكثر من دالة إنشاء تحمل نفس الاسم ولكنها تختلف في عدد العناصر الممررة هذه التقنية تسمى بتحميل الدوال وهو معناه أننا يمكن استخدام اسم واحد لتعريف أكثر من دالة في النطاق الواحد إذن تحميل الدوال عبارة عن استخدام اسم واحد لتعريف أكثر من دالة في النطاق الواحد هناك شروط لتطبيق هذا المفهوم عند استخدام أكثر من اسم يجب أن لدينا شرطين هو أن يكون هناك اختلاف في عدد العناصر الممررة بهذه الدوال أو يكون هناك اختلاف في نوع العناصر المرسلة وسوف نقوم بتوضيح هذين الشرطين من خلال أمثلة قادمة عندما نتحدث عن نوع العناصر الممررة إلى الدوال في هذا المثال لدينا دالة دلتين تحملان نفس الاسم وهي باللون الأبيض وضيفة هذه الدوال الدلتين أنها تقوم بقسمة الأعداد على بعضها البعض وكما تعرف هناك أنواع مختلفة من المتغيرات أو الأعداد التي تقدمها C++ هناك عداد صحيحة هناك عداد حقيقية إلى آخرين إذن في الدالة الأولى يدرس أن اسمها Divide والدالة الثانية اسمها Divide في نوع العناصر الدالة الأولى تستقبل متغيرين من النوع الصحيح Integr A و Integr P في الدالة الثانية لدينا الدالة تسمى Divide ولكن نوع العناصر الممررة من النوع الحقيقي Float A و Float P هذا التغيير أو هذا الاستخدام تقنية تحميل الدوال تساعد المصنم في حل مشكلة تشابك الأسماء إذن لدينا دلتين بنفس الاسم ولكنها تقوم بوظائف أو أدوار مختلفة حسب طبيعة نوع العناصر الممررة في الشرط الثاني لمفهوم تحميل الدوال هو الاختلاف في عدد العناصر الممررة الاختلاف في عدد العناصر الممررة إذن لدينا هنا دلتين الدالة الأولى تسمى MyMax والدالة الثانية تحمل نفس الاسم MyMax وظيفة الدالتين هي إعادة الرقم الأكبر من مجموعة من الأرقام إذا نظرنا إلى الدالة الأولى MyMax فإنها تستقبل متغيرين تستقبل متغيرين من النوع الصحيح Integer A و Integer B ثم تقوم بتنفيذ الخوارزمية المحددة أو المعينة لإيجاد العدد الأكبر من عدد العناصر الممررة بالنسبة إلى الدالة الثانية والتي تسمى MyMax فإنها تقوم باستقبل ثلاثة عناصر ثلاثة عناصر Integer A Integer B Integer C من النوع الصحيح ثم تقوم بعادة العنصر الأكبر من بين الثلاثة الأرقام إذن سوف نجد أننا نقوم بتطبيق نفس المنطق إلى الخوارزمية ولكننا نستخدم نفس اسم الدالة مرتين والاختلاف يكون في عدد العناصر الممررة عدد العناصر الممررة إذن تحويل الدواء ببساطة هو استخدام اسم واحد لأكثر من دالة هناك شرطين لتطبيق هذا المفهوم أن يكون نوع العناصر المختلف أو عدد العناصر المختلف عند استخدام الكيانات التابعة لفصيلة معينة تقوم C++ بإمدادنا بمؤشر خاص يسمى This هذا المؤشر يقوم بالإشارة إلى الكيانة الذي يستدعي هذه الدالة أو يخاطب الخاصية المعينة إذن فائدة هذا المؤشر أنه يقوم أنه يكون مع كل كيانة ويمكن استخدامه في أي من الدواء الأعضاء التابعة لفصيلة معينة وأيضا يساعدنا في التأكد من هوية الكيان المستدعي من هوية الكيان المستدعي وسوف نقوم بمعرفة طريقة استخدام فائده بعد قليل سننتقل الآن من تحميل الدواء إذن ننتقل إلى جزء الثاني وهو تحميل العوامل عندما نتحدث على العوامل إذن لغة C++ أو معظم لغة البرمجة تقوم بتقديم على الأقل نوعين من العوامل هناك عوامل أحادية وهناك عوامل ثنائية العوامل الأحادية مثلا ك++ أو minus minus العوامل الثنائية مثلا عملية الجمع أو عملية الطرح أو عملية الضرف يمكن توضيح ذلك بمثال بسيط على اللحة إذن عندما نتحدث عن تحميل العوامل لدينا نوعين من العوامل عوامل أحادية وعوامل ثنائية العوامل الأحادية بمعنى أنها تطبق على أنصر واحد مثلاً عندما نقول I++ إذن هذا المعامل يطبق على عنصر واحد أيضاً عندما نقول I-minus إذن هذا المعامل معامل أحادي لأننا نقوم بتطبيقه على عنصر واحد عندما نتحدث عن العوامل الثنائية إذن نحتاج إلى عنصرين لتطبيق هذه العملية مثلاً عندما نقول I-J إذن هذا المعامل معامل ثنائي لأننا نقوم بتطبيقه على عنصرين أو عندما نقول R-J إذن هذا المعامل أيضا معامل ثنائي وهكذا الذي تشمل أيضا عمليات الضرب إذن لدينا معاملين نوعين من العوامل لدينا نوعين من العوامل عوامل أحادية وعوامل ثنائية أيضا نعرف أن هذه العوامل يتم تطبيقها على المتغيرات من النوى العددية السؤال الذي يطرح نفسه هل يمكن استخدام هذه العوامل لتطبيقها على الكيانات مثلا أو على المصفوفات أو على الأعداد المركبة لحظة الحظ فإن C++ تمكننا من استخدام ذلك وسوف نطرق إلى هذه الطريقة التي تقدم لنا لغة C++ سنتحدث في الجزء الأول كيفية الخاصية التي تمنحها لنا C++ لتحميل العوامل الأحادية الشكل العام لعملية التحميل الشكل العام فإنك تكتب plus name إذن هذا هو الشكل العام class name اسم الفصيلة التي تريد أو اسم الكائنة الذي تريد تطبيق هذه العملية عليه ثم استخدام الكلمة المحجوزة وهي باللون الأحمر هذه الكلمة المحجوزة يجب أن تقدم كما هي ثم ذكر الإشارة أو ذكر المعامل الذي تريد استخدامه سواء كان plus plus أو minus minus ثم تقوم بكتابة الخوارزمية التي سوف تقوم بإنجاز العمل الخاص من الدالة يجب أن تلاحظ أنه هنا استخدمنا المؤشر الذي يسمى this انظر لطريقة الاستخدامه فإننا نقوم بذكر النجمة ثم كتابة اسم المؤشر بمعنى أنه عند تطبيق هذه العملية وهذا الأوبريتر سوف نقوم بتنفيذ هذه العملية على الكائن أو الكائن الخاص بهذه الفصيلة ننظر إلى مثال نفترض أننا نقوم نريد بتحميل المعامل plus plus إلى بالنسبة للكائن التابع للفصيلة التي نسمى rectangle التي قمنا بشرحها في الحلقات السابقة إذن سوف نقوم بكتابة class name في هذا المثال يسمى rectangle ثم ذكر الكلمة المحجوزة operator ثم ذكر اسم المعامل الذي نريد بتحميله ويسمى plus plus إذن الشكل العام اسم الفصيلة rectangle الكلمة المحجوزة operator لا توجد مسافة نذكر بعدها مباشرة اسم المعامل الذي نريد القيام بتحميله أيضا لا نقوم بتبرير أي عنصر داخل الدالة نقوم بالتعامل مباشرة مع الخواص التابع لهذا الكائن إذن في الفصيلة أو الكائن التابع للفصيلة rectangle إذا تذكرون كان لديه نوعين من الخواص الطول والعرض with and height ثم نقوم بزيادة كل عنصر أو استخدام المعامل كاننا نستخدمهما أي عنصر من أنواع العادية المعروفة ثم نذكر عبارة retain ونذكر اسم المؤشدس بمعنى أن نريد أن نطبق هذه العملية وهذا المعامل على الكائن التابع إلى الفصيلة rectangle داخل الدالة مين داخل الدالة مين يمكننا بعد ذلك استخدام هذا المؤشر بصورة عادية إذن نقوم بتعريف كيان من النوع rectangle يسمى rect one ثم قمنا بإسناد قيمتين باستخدام دالة الإنشاء الخاصة به ثم نقوم بذكر استخدام المعامل مباشرة كأننا نقوم باستخدامه مع أي متغير مثلا من النوع الصحيح أو المتغير من أنواع الصحيحة المختلفة إذن نقوم بذكر المعامل plus plus rect one وبالتالي استطعنا تغيير أو تحميل هذا العامل ليتعامل مع كائن بدلا من متغيرات عادية لنقوم بتمرين بسيط للاستيعاب أكثر وفاهم هذه الطريقة التمين يقوم بتطلب منك وقم بتحميل المعامل minus minus للصنف ringtangle نريد أن نقوم بتحميل المعامل minus minus للصنف ringtangle قم بيقاف الفيديو لمدة دقيقة ثم حاول حل هذا التمرين قبل الفاصل طلبنا منك أن تقوم بحل التمرين وهو عبارة عن تحميل المعامل minus minus للصنف ringtangle ببساطة سوف تقوم بنفس الطريقة بكتابة class name وهو ringtangle في هذا المثال ذكرى الخلمة المحجوزة operator ثم كتابة المعامل الذي ترغب في تحميله هو المعامل الأحادي ثم نقوم باستخدام المعامل مع الخواص أو المتغيرات الخاصة بالفصيلة المعينة وهي ودث وخايت ثم يعادت المؤشر this إلى هذا الفصيل إذن هذا بالنسبة فيما يخص تحميل العوامل الأحادية وهي بصورة مبسطة عندما نتحدث عن تحميل العوامل الثنائية إذا ذكرت أننا نتحدث عن عنصرين وليس عنصر واحد إذن الشكل العام سوف يختلف عن تحميل العوامل الأحادية الشكل العام بالنسبة لتحميل العوامل الثنائية أنك تقوم بذكر نوع الراجع الذي تقوم الدالة بإرجاعه ثم ذكر الكلمة المحجوزة أوبريتر أو هي باللون الأحمر كما تراها الشاشة ثم ذكر العلامة أو المعامل الذي ترغب في تحميله قد يكون زائد ناقص علامة الضرب المعامل أو المعامل الثنائي الذي يحتاج إلى عنصرين في هذه المرة سوف تقوم بفتحة الأقواس كتابة الكلمة المحجوزة كونستانت اسم المعامل اسم الكائلة سوف تمرر العنصر الثاني الذي سوف تقوم بتمريره تقوم بإرسال عنوانه تقوم بإرسال عنوان الكائلة الثاني أو العنصر الثاني الذي سوف تقوم بتطبيق هذه العملية ثم تقوم بإغلاق القوس ثم ذكر كلمة كونست ثم تقوم بذكر كلمة كونست داخل الدالة تقوم بإجراء الخوارزمية وإرجاع القيمة المطلوبة من هذه العملية لننظر لمساء لتوضيح هذه الفكرة هذا لأننا نريد تحميل العامل تحميل المعامل زائد أو بلس والذي يحتاج إلى عنصرين إذن العنصر الأول سيكون من النوع رينتانجل وبالتالي العنصر الثاني أيضا سيكون رينتانجل إذن نحن نرغب في تحميل في إجراء هذه العملية بين كائنا من نفس النوع نريد أن نقوم بعمله الجمع في كائنين من نفس النوع إذن سنكتب أن الرواع الراجع هو ريكتانجل ثم ذكر الكلمة المحجوزة أوبريتر ثم ذكر المعامل الذي نرغب في تحميله وهو علامة الزائد داخل الأقواس تقوم بذكر الكلمة كونست وهي باللاوية المحمر ثم إرسال عنوان طبعا لأننا نتعامل هنا مع كائن سوف نقوم بإرسال عنوان الكائن الثاني أو العنصر الثاني ثم نذكر كلمة كونست في نهاية الدالة المخصوصة إذن داخل الدالة سوف نقوم بتعريف كائنين نوريتانجل لتخزين القيمة الناتجة عن عملية الدم إذن ريكتانجل تم ثم ذكرنا تم ودث هذه اللي سنقوم بتخزين العملية الدمع فيه بالنسبة للخصائص سوف تلاحظ أن هذا كان قيمة ودث أو متغير ودث بدون ذكر اسم الكائن التابع له هذا يدل أن هذا الكائن ودث أو هذه المتغير ودث تابع إلى الكيان المستدعي الذي قام باستدعاء هذه العملية ريكتانجل ضد ودث وهو الكائن التابع للممرر أو العنصر الممرر إلى هذه الدالة إذن تم ضد هايد ساوي هايد إذن هايد هي تابعة للكلاس الذي يسمى ريكتانجل هو النوع الراجع زائد ريكتانجل هايد وهو الهايد الخاص بالكائن الممرر في نهاية الدالة نقوم بإرجاع ريتين تم هو العنصر أو الكائن الذي قمنا بتعريفه داخل الدالة طريقة استخدامه في البرنامج أو داخل الدالة من ينسيتم بالطريقة التعريف إذن سوف نقوم بتعريف كائنين من النوع ريكتانجل ريكتانجل 1 ريكتانجل 2 إذن ريكتانجل 1 سوف نقوم بتمرير العنصر 3 و 4 تقزينه في متغيراته الأساسية هي هايد ودث وأيضا سوف نقوم بتمرير 6 و 7 بالنسبة إلى الكائن الثاني ريكتانجل 2 قمنا بتعريف كائن ثالث لتخزين عملية الجمع بالنسبة للكائنين وسميناه ريكتانجل 3 إذن في عملية الجمع ذكرنا أن ريكتانجل 3 يساوي سوف نقوم بتخزين حاصل جمع الكائن الأول زائد حاصل جمع الكائن الثاني إذا لاحظت أن علامة زائد تكون بين الكائنين إنها معامل ثنائي إذن سيقوم الكائن الأول باستدعاء أو بتحميل هذا العامل زائد بالنسبة إلى المعامل الثاني الذي سوف نقوم بتمريره لأننا قمنا بتحميل هذا المعامل إذن بعد ذلك سوف نقوم بتخزين عملية الجمع في متغيرات الخاصة بريكتانجل 3 لنقوم بتمرير بسيط لنقوم بتمرير بسيط لمعرفة كيفية تحميل المعامل الثنائي في هذا التمرير مطلوب منك أننا تقوم بتحميل معامل المقارنة يساوي يساوي تذكر أن المعامل يساوي يساوي ومن المعاملات الثنائية لأنه يحتاج إلى عنصرين لإنجاح هذه العملية لكائن من الفصيلة ريكتانجل إذن نريد أن نقارن بين كائنين من الفصيلة ريكتانجل قم بإيقاف الفيديو لمدة دقيقة ثم سنعود الحل مع بعض الأبعاد إذن قبل الفاصل ربما منكم بحل التمرير الذي يطلو منك بتحميل معامل المقارنة يساوي يساوي لكائن من الفصيلة ريكتانجل لننظر إلى الحل سوف تجد أن النوع الراجئ لهذا المعامل هو من النوع بوليين سوف تجد أن النوع الراجئ لأن عملية المقارنة تريد أن نعرف هل الطرف اليمين يساوي الطرف الشمال إذن القيمة الراجئة سوف تكون من النوع بوليين إذن استخدام الكلمة المحجوزة أوبرييتر ثم كتابة المعامل الذي نرغب في تحميله استخدام كتابة المعامل وهو في هذه الحالة يساوي يساوي داخل الأقواس نقوم بإرسال كائن من النوع الفصيلة المعينة التي نقوم بتحميلها وذكر كلمة خارج الأقواس إذن سوف نقوم بتعريف متغير من النوع بوليين من نفس النوع الراجئ ثم إجراء عملية المقارنة المحوظة أو المعروفة بالنسبة إليه تذكر أنه وبدت هنا يتابع إلى الكائن الذي يستدعي المعامل الكائن الذي يستدعي المعامل أيضا بالنسبة لهيت هو التابع لي لا نذكر اسم الكائن أو معامل الوصول لأنه تابع أو يتبع إلى الكائن الذي قام باستدعاء هذا المعامل بالنسبة لريكتانجل هيت هو المعامل هو الخصائص التابعة إلى الكائن الذي تم تمريره بالنسبة للعملية إذن هكذا يكون انتهينا من تحميل العوامل الأحادية وتحميل العوامل الثنائية سوف نطرق إلى موضوع جديد فيما يعرف بالمتغيرات الدائمة في الفصائل أو فيما يعرف بالاستاتيك فيريابول في الاستاتيك فيريابول في الجزء الأول من هذه المادة أساليب البرمجة واحد تعرفت أن المتغير الثابت أو متغير استاتيك ويبرع نوع خاص من المتغيرات المحلية يحتفظ بقيمته حتى بعد الخروض من الدالة أو المنطقة التي تحويها في البرامج من هذه الفوائد أنه يمكن استخدام هذا المتغير مع الكيانات ومع الفصائل التي نقوم ببنائها إذن المتغير الدائم عندنا نتحدث عن الكيانات متغير الدائم في كيان معين يحتفظ بآخر قيمة أسندت له حتى بعد الخروض من نطاق الكيان الذي يحوي وسوف ننظر إلى مثال يقوم بشرح بالنسبة لنا هذا الفكرة لنفترض أننا لديك فصيلة تسمى تست 2 هذه الفصيلة تحتوي على متغير من النوع استاتيك وهو متغير في هذا المثال إذا نقوم باستخدام الكلمة المحجوزة استاتيك هي باللون الأحمر ثم ذكر نوع هذا المتغير إنتجر ثم ذكر اسم المتغير سوف تلاحظ أننا هنا قمنا باستخدام دالة الإنشاء والتي تحمل نفس اسم الفصيلة تست 2 واسم الكلاس تست 2 إذن تست 2 وظيفة هنا تقوم بإضافة 1 إلى قيمة هذا العنصر المتغير الثابت in هذه أول مرة أيضا نستخدم دالة الهد والتي نقوم بوضع التلدة أو علامة التلدة كما ترونها في الشاشة قبل اسم الدالة وأيضا نلاحظ أن دالة الهد تحمل نفس اسم الفصيلة داخل هذه الدالة نقوم بإنقاص العنصر الاستاتيك أو العنصر المتغير بواحد الشيء الذي سوف تلاحظوا أن المتغير المتغيرات المعرفة من النوع استاتيك يكون مستوى الحماية الخاص بها دائما من النوع العام تذكر هذه معلومة أن هذا المتغير يكون الاستاتيك يكون مستوى الحماية من النوع عند إسناد قيمة إلى هذا المتغير تكون خارج الفصيلة ثم وطريقة الإسناد كأننا نتعامل مع دوال تابعة لهذه الفصيلة إذن نقوم بذكر النوع المتغير ثم ذكر اسم الفصيلة ثم علامتي النطاق النقطتين علامتي النطاق لإسناد القيمة ثم ذكر قيمة إن وإعطاه القيمة الأولية الصف ننظر إلى هذا المثال داخل الدالة مين قمنا بتعريف كائن من الفصيلة تستو وسميناها إيه؟ وبعشرة أثناء تعريف هذا الكيان سوف يتم استدعاء دالة الإنشاء مباشرة تذكر دالة الإنشاء تقوم باستدعائها مباشرة أثناء تعريف الكائن ووظيفته إعطاء قيم أولية إذا رجعنا إلى الشرحة السابقة إن دالة الإنشاء تقوم بزيادة العنصر أو المتغير من النوع استاتيك بواحد إذن في هذا المثال سوف نقوم بزيادة قيمة إن بواحد ثم في السطرة الثانية قمنا بتعريف مصوفة تحتوي على خمسة عناصر من الفصيلة تستو بمعنى أننا سوف نقوم بزيادة هذا المتغير بخمسة لأنه ضينا تعريف خمسة عناصر أو خمسة كائنات من الفصيلة تستو وفي السطرة الثالث قمنا بتعريف مؤشر يشير إلى بتعريف مؤشر يؤشر إلى الكائن من الفصيلة تست في نهاية هذه الثلاث سوف تجد أن قيمة إن تساوي سبع لأننا كل ما نقوم بإنشاء كائن جديد يقوم بزيادة هذا المتغير استدعي بقيمة واحد عندما نريد أن نقوم بمسح أو إزالة أحد الكائنات من الذاكرة ثم نقوم باستخدام الكلمة delete فيها إننا نقوم delete ثم اسم الكائن delete تقوم باستدعاء دالة الهدف التي قمنا ببنائها سابقا دالة الهدف التي تسبقها علامة التلدة وظيفة تردها نتقوم بإنقاص المتغير الثابت أو المعرف من النوع استاتيك بواحد إذن عندما نذكر delete سي إذن ستقوم بإنقاص هذا المتغير المتغير الاستاتيك بواحد إذن ستكون قيمة in في هذه اللحظة 6 الاستخدامات العملية أثناء صفحك للإنترنت قد تجد في بعض الصفحات خاصة من واقع الإخبارية وتجد في نهاية الصفحة أو على يمينها عدد الزائرين أو عدد المتواجدين في صفحة حاليا هذا المؤشر يتم تطبيقه باستخدام المتغيرات استاتيك عندما يقوم شخص بالدخول إلى هذا الموقع سنقوم بزيادة عدد الزوار عندما يقوم شخص بإغلاق البراوزر والمتصفح والخروط إذن سوف نقوم بإنقاص هذا المتغير وهذا استخدام عملي للمتغيرات من النوع استاتيك في هذه الحلقة تعرفنا على كيفية استخدام اسم واحد لأكثر من دالة داخل الطاقة وفيما ورفنا في تحميل الدوال وقلنا أن هناك شرطين يجب أن يكون اختلاف عدد العناصر الممررة أو نوع العناصر الممررة أيضا تحدثنا عن إعادة برمجة العوامل المختلفة في السي وأن هذه العوامل قد تكون عوامل أحادية وعوامل ثنائية وتساعدنا في استخدام هذه العوامل بالنسبة للكائنات أو المصفوفات أو العداد المركبة أيضا تطرقنا لفائدة استخدام المؤشرته وذكرنا أنه عبارة عن مؤشر يشير إلى الكيان الذي قام باستدعاء هذا المعامل أو قام باستدعاء هذه الدالة أيضا شرحنا همية استخدام المتغيرات الدائرة في الكائنات وكيفية طريقة استخدامها وتعرفها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة سوف نتحدث عن تقنية القوالب أو التيمبليت التي تستخدم في تصبيب مكتبات خياسية خاصة بك ثم إدراجها مع لغات السي بلس بلس عزيز الطالب عزيز المشاهد يحتوي الكتاب المرجعي لهذه المادة على مجموعة جيدة من التمارين والأمثلة أنصحك بحلها وممارستها لزيادة فهمك والسعابك لهذه المادة شكرا جزيلا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة